موسيقى السلام عليكم بعد خلافات دامت عاما ونصف العام اتفقت مصر وإثيوبيا بوساطة سودانية على تشكيل لجنة خبراء لدرس آلية حل الخلاف بشأن بناء سد النهضة الكهرومائي مصر لم تغير موقفها القلق من بناء هذا السد بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية وأكدت أن الاتفاق لا يعني الموافقة تماما على قيامه بعض الخبراء يعتقدون أن سد النهضة سيكون الأكبر في القارة الأفريقية والعاشرة عالميا في قائمة أكبر سدود إنتاجا للكهرباء وينتظر أن تستفيد إثيوبيا بنحو كبير من بنائه لأنه سينتج خمسة ألاف ميجاوات على الأقل من طاقة الكهربائية هذا بالنسبة إلى إثيوبيا لكن مصر تخشى أن يفقدها كمية كبيرة من الماء وتؤكد أن اتفاقية أبرمت عام 1929 تكفل لها حصة من مياه النيل قدرها خمسة وخمسون مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا من المياه عن الموقف المصري وآخر التطورات نتحدث اليوم مع ضيفنا الدكتور دياء الدين القوصي الخبير في شؤون المياه والري من القاهرة أهلا بك دكتور دياء الدين أهلا بكم أستاذ المشاهدين دكتور بعد ثلاث جولات من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا في الخرطوم يعني بدأت منذ أيار مايو عام 2013 انتهت المفاوضات بشأن سد النهضة إلى التوقيع على وثيقة ما الذي تغير بالنسبة إلى مصر لتوافق على هذه الوثيقة؟ ما تغير هو تشكيل لجنة ثلاثية مرة أخرى من أربعة خبراء من مصر وأربعة من السودان وأربعة من إثيوبيا وهذه اللجنة ستتولى ترشيح مكتب استشاري عالمي لدراسة نتائج تقرير اللجنة الثلاثية السابقة وبشكل رئيسي التركيز على نقطتين همتين النقطة الأولى هي الإدرولوجيا النهر وما إذا كان إنشاء سد النهضة سيؤدي بالفعل إلى نقص في الحصة المائية لمصر وأيضا سيتطرق الخبراء مع المكتب الاستشاري إلى التصميمات التي لم تقدمها إثيوبيا في المرة الأولى إلى اللجنة الثلاثية وإلى التصميمات اللازم إتمامها للتأكد من سلامة السد وعظم تعرضه الانهيار سواء خلال فترة الإنشاء أو خلال فترة التخزين إذن هذه اللجنة الأخيرة لها زمن محدد حددها بستة شهور خلال هذه الشهور الستة مفروض أننا نرى نتائج قاطعة تقول أن السد له هذه الأثار الإيجابية وهذه الأثار السلبية وأنه لن يتعرض لنقصان في الحصة المائية المصرية ولن تتعرض أيضا مدينة مثل مدينة الخرطوم للاحتمال أن تمحى من الخريطة إذا انهار السد وخصوصا إذا كان الخزين مليئا بالمياه نعم اشرح لنا قليلا لو سمحت آلية عمل هذه اللجنة ممن تتألف متى تبدأ عملها فعليا على الأرض أو في الدراسات أخبرنا قليلا عن هذه اللجنة هذه اللجنة مكونة من أربعة خبراء من كل بلد تم بالفعل اختيار اللجنة المصرية كما قال لنا الوزير الرئي أمس أو أول أمس على وجه التعديد هؤلاء الخبراء الأربعة سيدرسون نتائج التقرير لجنة ثلاثية الماضية السابق اللجنة قد يكون فيها خبراء من أعضاء اللجنة الثلاثية الماضية وقد يكونون جميعا من الخبراء الجدد هذه اللجنة ستتولى اختيار مكتب إستشاري سيقوم هذا المكتب الإستشاري بدراسة التقرير السابق ودراسة أيضا كل المستندات التي قدمتها إثيوبيا وما إذا كانت هذه المستندات كافية للحكم على السد من حيث الهيدرولوجيا ومن حيث سلامة الإنشاء أتصور أن هذه اللجنة بدأت بالفعل كما قلت أن الجانب المصري تم بالفعل اختيار الأربعة أعضاء المحليين فيه وأتصور أن اللجنة المكونة من أربعة خبراء من كل من الدول الثلاث ستجتمع في القريب العاجل وربما خلال هذا الأسبوع المقبل مباشرة هل تضم اللجنة خبراء دوليين يعني من جنسيات ربما غير عربية أو غير مصرية أو إثيوبية أو سودانية ربما ليكون ليلعبوا دور الحكم في حال لم يتم التوافق على أراء موحدة أو نتائج موحدة للدراسات هو التفق على أن يكون هناك مكتب الاستشاري دولي هذا المكتب الاستشاري الدولي سيساعد اللجنة في تفهم كافة جوانب الموضوع إلا أن هذا المكتب الاستشاري الدولي إذا أصدر قرارات تعتبرها إحدى الدول يعني غير عادلة بالنسبة لها فإن للجنة للجنة الخبراء الاثناشر أن تختار خبراء محيدين من دول أخرى لزيادة توضيح الأمر ولزيادة يعني إرساء القواعد التي تحدد مسؤولية كل دولة وخصوصا الجانب الإثيوبي لأنه هو الجانب الذي يقام السد على أراضيه وفي نفس الوقت تحدد ما هي الأثار السلبية والإيجابية على دولتها المصاب اللي هم مصر والسودان هل يمكن أن تحدد لنا تحديدا مخاوف مصر يعني لماذا تعتقد مصر أن المواصفات لا تلائمها لماذا تعتقد أن بعض الأراضي الزراعية قد يتم إغراقها أو أنها ستحرم من حصة من جزء من حصتها من المياه يعني ما المشكلة أو الثغرات في المواصفات الحالية هنا عندنا مشكلتين رئيسيتين المشكلة الأولى هي هيدرولوجية بمعنى أن الإراضي الطبيعي لنهر النيل عند أسوان إذا حدث وتم تخزين كميات كبيرة من المياه بالمواصفات الحالية للسد التي تصل إلى حوالي 74 مليار متر مكعب في البحيرة التي تقع أمام هذا السد هذه الكمية تعادل مرة ونصف تصرف النيل الأزرق بمعنى أن إثيوبيا تستطيع أن تمنع تماما مصول أي قطرة من المياه لمصر خلال سنة ونص من الإراضي الطبيعي المتواصل وطبعا ده لا أتصور أنه سيكون هو الحال ولكن هو بديل قائم إذن مصر لا تستطيع أن تعيش مع هذا السد الذي يصل الارتفاعه إلى 150 متر وتصل سعد بحيرته إلى 74 مليار متر مكعب ويصل اتساع البحيرة إلى مئات بل ألاف الكيلومترات هنا في مشكلة لا تستطيع أن تتقبلها مصر وتدل لمعظم الأبحاث على أن مثل هذا السد من الممكن أن يمنع مليارات ولا أستطيع أن أحدد هذه المليارات من الأمطار المكعبة من المياه عن الوصول إلى مصر فإذا قل الإراضي الطبيعي لمصر من الإراضي المتوسط الذي ذكرتمه في تقريركم والذي تم تحديده بناء على التفاية 1959 والذي يصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا هي في حقيقة الأمر تعاني الآن مصر من عجز يصل إلى 10 مليار متر مكعب ومصر تتغلب على هذا العجز بتكرار استخدام المياه بحيث وصل عدد مرات تكرار استخدام المياه في مصر إلى 3 إلى 4 مرات قبل أن ينتهي بها الأمر للبحر المتوسط ومن الطبيعي أن يسبب هذا التكرار لاستخدام المياه يسبب الكثير من المشاكل البيئية أو الصحية فإذا أضيف إلى ذلك عجزا آخر أستطيع أن أقول الآن أن كل عجز مضاف إلى هذا مقداره مليار متر مكعب واحد سيؤدي إلى اقتطاع 200 ألف فدان من الزراعة المصرية ولكن دكتور العمل في بناء السد من الجانب الإثيوبي يعني وصل إلى مراحل متقدمة نسبيا يعني يقال أنه أكثر من 30% من هذا المشروع من بناء السد تم إنجازه حتى الساعة يعني في حال لم يتم التوافق على المواصفات الحالية التي يتم العمل بها كيف سيتم تصحيح ما تم بنائه من يتحمل التكاليف كيف سيتم العمل هذا صحيح هذه 30% لا يشترط أن تكون في عمليات الإنشاء فقط نحن في أي مشروع من المشروعات الكبرى أو مشروعات المقاولات بشكل عام بيكون فيه نسبة مئوية من الإنفاق على تحريك المعدات عندما يبدأ المقاول في تحريك معداته ووضعها في الموقع وإنشاء الأعمال التمهيدية مثل تمهيد الطرق مثل تسويت الأراضي حوالين السد مثل إنشاء الاستراحات للمهندسين مثل إنشاء المكاتب للمكتب الاستشاري المنوط به العمل وهكذا كل هذه الأعمال التحضيرية قد تأخذ من 10 إلى 15% من ميزانية المشروع يبا احنا بنتكلم على 10 إلى 15% أخرى تكون قد تمت في أعمال الإنشاء لا علينا أن نعلم جيدا أن هناك قناة التحويل وقناة التحويل لها تكاليف حفره وتكاليف إنشاء الجسور وخلافه إذن لا يشترط أن يكون 30% كلها في إنشاء جسم السد نفسه وأنا أستطيع أن أقول وبثقة كبيرة أنه من الممكن الآن ولمدة قادمة قد تصل إلى شهور أن نعيد تصميم السد بما يسمح بتلبية متطلبات واحتياجات الجانب المصري والجانب السوداني طيب وزير الرئي المصري وصف التفاهم الجديد بالنموذج الذي يمكن أن يحتذى حول العالم ما هي النقاط النموذجية؟ يعني ما أبرز البنود؟ ربما يجب أن نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل إذا سمحت لي إذن فاصل ونتابع أهلا بكم من جديد وأهلا بك دكتور دياء الدين القوسي قبل الفاصل سألتك عن في الواقع النقاط النموذجية التي تحدث عنها وزير الرئي المصري وأبرز بنود الاتفاق هل حدثتنا قليلا عن الجانب النموذجي في الاتفاق أو الوثيقة؟ والله أتصور أن مصر قد أتت لهذه المفاوضات بقلب مفتوح وعقل مفتوح أتصور أن سبب هذا اللقاء أو النوع الودي من التعامل مع القضية جاء لأننا دخلنا في نظام جديد هذا النظام الجديد يستطيع أن يطوي صفحة الماضية ويبدأ صفحة جديدة هذه الصفحة الجديدة لا يمكن أن تتم بشكل ما يسمى بالمعادلة الصفرية أن يأخذ أحد الأطراف أكثر من حقه وأن لا تأخذ الأطراف الأخرى حقوقها بل لا تستطيع أن تحصل حتى على أقل من حقوقها إنما نحن في مجال التعامل بما يسمى بمقاربة الربح والمكسب والمنفعة والفائدة لي ولك وللجميع أتصور أن هناك ما يفهم منه أن نهر النيل يمكن أن يكون مصدرا للتعاون بقدر أكبر بكثير من أن يكون مصدر للتجازب والتصارع والتشاحن وحروب المياه كما يسمونها نهر النيل يعني الخلفية السياسية تماشي تبدلات السياسية وتماشي ما صرح به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وليست مسألة تقنية علمية متعلقة فعلا بإنجاز العمل وكيفية الوصول إلى النقاط المشتركة والتفاهم على إنجاز بناء السد أتصور أنها هي المقاربة معا الرئيس السيسي قال أنه على استعداد أن يذهب مرة ومرتين وثلاثة مرات إلى إثيوبيا إلى أن يحل هذا الإشكال دون اللجوء إلى أي نوع من عدم أو سوء التفاهم أو سوء الفهم نعم أيضا كان له اجتماع في نهاية يونيو الماضي مع الرئيس الوزراء الإثيوبيا وضعوا فيه سبع نقاط أتصور أنها كلها في صالح مصر وفي صالح إثيوبيا أيضا إذن هنا التقارب السياسي بيؤيده ويدعمه ويقويه الجانب الفني الجانب الفني مهم جدا هنا لأنه بدون الجانب الفني لا يستطيع أن المصاري السياسي أن يسير على الطريق المستقيم نعم دكتور دياء الدين في الواقع ينضم إلينا الآن الدكتور أو الأستاذ أنور إبراهيم وهو صحافي إثيوبي متابع للشان الاقتصادي وأيضا كان حاضرا في بعض الاجتماعات التي جمعت المفاوضين الإثيوبيين والسودانيين والمصريين لذلك نتحدث الآن مع الأستاذ أنور إبراهيم تحية طيبة أستاذ أنور أهلا ومرحبا بكم وأهلا بيغانات الميادين شكرا لك هل حدثنا قليلا عن الدور الذي أدته السودان في المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والإثيوبي نعم حديقة سودان قدم عديد من الأدوار خلال المراحل الفابقة أولا دوره هو تفاهمه لقضية صد النحضة وأنه هو أحد المشاريع الذي يقدم الفوائد كون السودان يتفهم هذا الدور هو دور إيجابي بهذا أصبح السودان وسيط ما بين القاهرة وعديس أبابا وأيضا هناك المفاوضات التي رأيناها خلال المراحل السابق التي تعمل في الخرطوم وآخرها عودة مصر للتفاوض وجريان هذا التفاوض عبر الخرطوم في ملتفى حديثنا توصل بمجيبه البلدان للنقاط مما سمح أن تكون هناك فرصة للتواصل وأيضا زيارة وزيرة الخارجية المصري سانف شكري لعديس أبابا والتي أيضا تكللت بالنجاح وبمجيب هذه الزيارة تم وضع عديد من النقاط التي قد اتفع عليها جانبا مستقبلا نعم في الواقع العمل في بناء السد لم يتوقف طوال فترة المفاوضات ولكن ماذا لو أسفرت المفاوضات عن بعض التغييرات في المواصفات وفي كيفية إنجاز العمل هل إثيوبيا مستعدة لهذا الأمر ألن يكون هناك تكاليف إضافية ربما ليست في الحسبان حتى الساعة حزينة دعيني يتحدث في البدء لوجهة نظر الإعلام الأول بعض القبراء الأسيوبين أو بعض المتحدثين في هذا السعن في السيوبيا أو في عديس أبابا بصورة أهم فجميع يرى أن السيوبيا حققت نجاحات دبلوماسية في هذه المفاوضات الآخرة أهمها هو ما زال هذا السد يتواصل بناء فيه رغم هذه المفاوضات التي استمرت فترة طويلة وبهذا حقيقة أن تعتبر السيوبيا تبحثت نجاحات دبلوماسية بأنها لم تتوقف عن بناء هذا السد وهذا ما أتحدث عنه وزير المياه السيد أنا ما يتدنوا لأن هذا السد سيتواصل وهذه هي من المراحلة الغادمة حتى من المراحلة الغادمة سنرى هل يكون هناك اتفاق ولكن هناك بعض النقاط التي تابعناها خلال المفاوضات الصارغة وهي دعوة وزير المياه المصري لزيارة موقع صد النهضة والإطلاع على العمل في السد وأن هذا السد لا يضر حسب تصليحات الحكومة الأسيوبيا أنه لا يضر هذه المناطق ولا توجد به آثار بيئة سالبة وكل هذه النقاط توضح أن الأسيوبيا ما زالت مستمرة وكما تحدث الإعلام المصري من قبل أن الأسيوبيا تكسب الوقت في هذا ولكن نقول أن هناك مجاحات دبلوماسية تحقق للجانب الأسيوبي في هذه المفاوضات وكون أن السد يتواصل بناء فيه أما إذا اتفق الجانبان عن إيقاف العمل في السد فهذا حقيقة جدير بأن نقول أن إذا اتفق الجانبان لا بير في ذلك نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ أنور إبراهيم صحافي إثيوبي متابع للشأن الاقتصادي كنت معنا من أديس أبابا شكرا لك نعود إليك دكتور دياء الدين في الواقع هل تخشى مصر هل من مخاوف جدية من أن تتابع إثيوبيا عملها وتستغل مدة المفاوضات ومدة الدراسات لتنجز قدرا أكبر وجزءا أكبر من السد النهضة والله إذا حدث أن استمرت إثيوبيا في البناء ثم جاء تقرير اللجنة السلسية بقونا من الخبراء المصريين والإثيوبيين والسودانيين بالإضافة إلى المكتب الشاري الدولي بالإضافة إلى الخبراء الآخرين إذا جاء قرار هؤلاء جميعا ضد عمليات الإنشاء فأنا لا أتصور أن إثيوبيا ستتوقف عن تنفيذ المتطلبات التي سيصل إليها كل هؤلاء الخبراء وهذا طبعا مسألة فيها مخاطر كبيرة لأنه قد يؤدي الأمر إلى إزالة بعض الأجزاء التي تم بنائها بالفعل إذن هناك خطر الدول مصر قالت بشكل واضح أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا على الإطلاق ولكنها ضد أن تتأثر إراسة طبيعية من المياه ولو بقطرة واحدة إذن هذه هي القضية القضية إذا أرادت إثيوبيا أن تستبر لابد أن تعلم أنه من الممكن ومن الممكن جدا أن تأتي النتائج غير متوافقة مع ما تتطلبه إثيوبيا وأن يكون في هذه الحالة وقف للبناء أو إزالة بعض الأجزاء من الأجزاء التي تم بنائها وهذه طبعا خسارة ستتكبدها الميزانية المالية الإثيوبية طيب ماذا عن الدعوة التي وجهها وزير المياه والكهرباء الإثيوبي إلى الجانب المصري لزيارة أديس أبابا وزيارة موقع بناء السد وهذه النقطة تطرق إليها الأستاذ أنوار إبراهيم أثناء الاتصال هل بحسب معلوماتك ومتابعتك ستتم تلبية هذه الدعوة؟ متى سيتم الأمر؟ والله الأستاذ أنوار إبراهيم يقول أن زيارة الوزير المصري ستؤدي إلى إطلاعه على أن السد لن يضر أحدا وهذه أظن أن هذه الزيارة الغرض منها أن الوزير يعرف أنه لن يضر لأن الوزير قال أننا سنتضرر كان بصرف نظر عن أهداف الزيارة ربما يحددها المعنيون لاحقا ولكن هل ستتم وهذا هو الأهم؟ هل الجانب المصري مستعد لزيارة مكان العمل للحضور ميدانيا والإشراف أو ربما الاطلاع على مسار العمل حتى الساعة؟ الاطلاع نعم ولكن الإشراف لا هو الوزير قبل الدعوة وأتصور أن قبول الدعوة في هذه الحالة معناه أننا نطلب من العالم أن يشاهد أن مصر تأتي إلى هذه القضية بعقل مفتوح وقلب مفتوح وأياد مفتوحة للتعاون والتنسيق ولزيادة أواصر التفاهم والمحبة والصداقة ليس في مجال المياه فقط ولكن في مجالات أخرى نرجو أن يكون الجانب الإثيوبي أيضا على أتم الاستعداد لمقابلة هذا الترحيب يدا بيد وقلبا بقلب هل تتوقعون أن تتابع السودان تأدية دورها كوسيط حتى لا سمح الله في حال تأزمت العلاقات أو لم يتمكن طرفان من تقريب وجهات النظر والاتفاق على مواصفات موحدة وألية موحدة للعمل هل تتوقعون أن تتمسك السودان بدورها كوسيط أنا لا أميل حقيقة إلى أن أقول أن السودان دورها في هذه المسألة دور وسيط ما هو دورها؟ السودان في هذه القضية هو شريك وهو سيتأثر سلبا وإيجابا بإنشاء هذا السد قد يستفيد السودان بالحصول على طاقة رخيصة من إثيوبيا لأي سبب من الأسباب ولكن أظن أيضا أن السودان سيتأثر بنقص في الحصة المائية سيتأثر بمسألة الإطماء الذي كان يزيد الطربة السودانية يعني يفتدها ربما يغرقها بالمياه نعم أضف إلى هذا أنه إذا انهار السد لأي سبب من الأسباب والأسباب عديدة لأننا سمعنا منذ أيام قليلة أن انزلاقا حدث تحت جسم السد مما أدى إلى أن تقوم الشركة المنفذة بحقن الطربة وكان ذلك بسبب نقص شديد في المعلومات الخاصة بميكانيكا الطربة والأساسات وقد نص تقرير اللجنة السلاسية السابقة على ذلك إذن أيضا من الجائز جدا أن تتأثر السودان بالتغيرات المناخية لأننا إذا دخلنا في فترة من النقص في الهطول المطري على الهضبة الإثيوبية فإنما ستحصل أليا إثيوبية من المياه لن يسمح بأن تعطي السودان ولا أن تعطي مصر إذن هناك مخاطر شديدة على السودان أن يتحسب لها كما تتحسب لها مصر وأن يكون دور السودان في هذا دورا شريكا وليس دور الوسيط كما يقولون نعم شكرا جزيلا لك الدكتور دياء الدين القوسي الخبير في شؤون المياه والري كنت معنا من القاهرة شكرا مرة جديدة والشكر لكم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة